اشتركوا في القناة القمر في الميزان ورح ينتقل للعقرب رح يكون اغلب النهار في منزلة الاتليل وهي للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد بالنسبة للزوايا طبعا اليوم في عنا تشكيلة زوايا كبيرة منها زوايا بطيئة ومنها زوايا سريعة فبدها شوي التركيز لانه زوايا السريعة حكينا انها بتستمر تقريبا طول النهار يعني نحسب احنا تقريبا ست ساعات ما قابل وست ساعات ما بعد ولكن الزوايا البطيئة بتستمر ايام تصل لسبع ايام او تصل لعشر ايام تقريبا اما بالنسبة للزاوية الاولى فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبلوتو هاي ذكرناها بالامس ولكن بما انها رح تصير بعد بث الحلقة هاي فلازم نذكرها رح تكون هاي في ساعة خمسة واحد عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة واحدة وثمان دقائق صباحا من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد الزاوية هاي مباشرة بصير خلو المسار يعني خلو المسار بيبدأ من الساعة واحدة وثمان دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة اربعة واحد عشر دقيقة صباحا هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار ساعة اربعة واحد عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير القمر موجود بالعقرب وبالنسبة لو وجود القمر بالعقرب في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا جيدا لانه ممكن في الفترة هاي انه ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغط عاطفي محبط موسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم وشراء بيت بالنسبة للزوايا اللي راح تصير ما بعد خلو المسار اول زاوية راح تكون زاوية تربيع سلبي بين القمر والشمس وهاي بيعني انه القمر صار منتصف اللي هو احنا منسمين ربع الاول نصف البدر راح تكون هاي في تمام الساعة 12 و32 دقيقة بعد الظهر بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار ممن ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزوايا البطيئة اللي راح تتشكل وراء بعض هي زاوية تسديس ايجابية بين المشتري ونبتون راح تكون في تمام الساعة 4 و6 دقائق بعد العصر هاي مناسبة للالهام والارباح المالية عن طريق توسط صديق او جمعية في هاي الفترة بتنتهي وضعية حرجة وممكن تقع في الحب من اول نظرة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهاي زاوية سلبية هي راح تكون زاوية تربيع سلبية بين الزهرة ونبتون هاي راح تكون في تمام الساعة 5 و47 دقيقة مساء بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي ممكن انها تعكر صفونة هاي زاوية خطيرة جدا وخصوصا اللي عندهم اولاد صغار او اطفال بدهم ينتبهوا عليهم بشكل جيد ما يحاولوا انه يخلهم يغيبوا عن عينهم او يدخلوا على بيوت مثلا ما بعرفوا اللي فيها يعني بدهم يحتاطوا بفترة العشر ايام هاي لانه بالفترة هاي بتزداد القابلية يعني بتعمل نوع من انواع الخطر بتزيد من خلالها عمليات التحرش الجنسي واغتصاب الاطفال اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية برضو راح تكون بين عطارد والمريخ راح تكون في تمام الساعة 9 و45 دقيقة مساء بسود شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد وممكن انثور بشكل مبالغ في وجه من ينتقدنا او يعني ممكن انه يوجهنا ملاحظة بخصوص تصرفاتنا فممكن انعصب كثير وبتكون ردة الفعل بكشف عيوبه واخطاءه اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي راح تكون زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر وارانوس راح تكون في تمام الساعة 10 و3 دقائق مساء بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبما انه القمر راح يكون موجود بالعقرب معناته خلو المسار القادم راح يكون يوم 29 سبعة راح يكون في تمام الساعة 4 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 27 و24 دقيقة صباحا وحتى ينتقل بعديها لبرج القوس اما بالنسبة لعمر القمر القمر المربع سبع ايام في تمام ساعة 49 دقيقة صباحا بيصير ثمن ايام نسبة الاضاءة بتكون 50% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22 ثمانية المزاج سعيد القمر في الميزان وبدي انتقل العقرب حتى يوم 29 سبعة المزاج منتحس عطارد في السرطان حتى يوم 5 ثمانية المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 احداش مزاجه ممتزج ابلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر معروف انه في الميزان بيكون مقابلكو مباشرة بيكون طاقتكو ضعيفة ولكن اللي رح يصير في ساعات الفجر او في ساعات الصباح انه رح ينتقل ويصير في البيت الثامن يعني رح يتحرك عن المقابل شوي عشان هيك اليوم النفسية شوي بتكون برضو فيها نوع من انواع التقلب ولكن من ساعات الصباح تقريبا بتستقر الامور شوي بتنشحن بطاقة ايجابية وبرضو بصير عندك ثقة بالنفس اكثر وبصير عندك تصميم او تفكير بالامور المالية اكثر اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء من الصباح بتصير احسن فبتتحسن الامور ممكن تحدث بعض التعديلات او التغييرات او تجتهد في بعض المسائل المالية في منكو رح يحصل على بعض المكاسب او اشياء ممكن تيجي يعني من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية برضو بتدعمك خلال هذا اليوم ولكن بدك تنتبه من ردات فعلك السلبية والعصبية المزاجية والتقلب شوي ممكن يكون ظاهر اثناء تنقلاتك وحواراتك يعني حاول انك يعني تمسك حالك شوي ما تحاول انك تنتقد وما تحاول انك تصدر بعض القرارات خلال هذا اليوم لانه الاجواء شوي مشحونة ومش مناسبة لاصدار القرارات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا ضاغطة على مستوى البيت فعشان هيك بدك تنتبه من بعض المشاكل او بعض الامور الحادة او الامور النقاشية اللي ممكن تتطور اليوم او امور الها علاقة بالاعطال او الاهتمامات في المسكن او في البيت يعني ممكن تحدث بعض الامور اليوم ممكن تزعجك حاول تمسك حالك وما تنفعل اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا على المستوى العاطفي منقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية شيئا ما بتساعدك في بعض الامور اللي بتقارب ما بينك وبين الاحبة او ما بينك وبين افراد العائلة زي الابناء او الوالدين ولكن الاهم من هذا انه انت عندك حساسيتك عالية فممكن تتحسس من اي موقف فهاي شوي تأثر على مزاجك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة ودعمة على مستوى العمل فاليوم ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي اما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن يعني بما انه من الان بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم اهم اشي انكم تتجنبوا لالتزام اتجاه الطرف الاخر في ساعات الصباح بتنهمكم في عادة تنظيم اموركم المالية اهم اشي انكم ما تهملوا صحتكم تصبح الاجواء اكثر ايجابية وتجاوبا معك تقريبا يعني بتتجاوب معك الامور بتلاقي اعمالك صدى طيب اهمش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة او اعذار اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا بصير فيها نوع من انواع الايجابية برضو بتدعمك على مستوى امور الها علاقة باشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض الاتصالات او الحوارات الخارجية او امور الها علاقة بالدراسة او دورة معينة او بحث معين او امتحان او مناقشة او مقابلة تقريبا الاجواء ايجابية ولكن ما تحاول انك تعتمد على الحضوض لان الفترة هاي شوي فيها نوع من انواع الضعف على مستوى الحض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء شوي حادة على مستوى بيت السمعة فعشان هيك منقولك دير بالك من مخالفة القوانين ما تدخل بمواجهات او حدية مع زملائك او رؤسائك بالعمل ما تهم العملك برضو ما تتأخر عن الدوام وما تتغيب لان الفترة هاي مش لصالحك بهذا الجانب فشوي ممكن انها تأثر عليك بشكل سلبي اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى بيت الاصدقاء فهو بدعمك اما بتلاقي او لقاء او دعوة لحضور حفلي او مناسبة او اجتماع معين او لقاء او اتصال في بعض الاصدقاء او مشاورة بعض الاشخاص في مسألة معينة او طلب العون منهم في بعض المسائل اما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول انه الاجواء تقريبا من نبت شوي فيها نوع من انواع التاثيرات فعشان هيك يعني بدك تنتبه من بعض التقلبات اللي بتيجي على مستوى العمل او يتراكم العمل او مشكلة في مكانك او في مجال عملك وبرضو في نفس اللحظة بتزرع بعض الاوهام او الافكار او الوساوس ودير بالك لانه بتتركز هي يا على العمل يا بتتركز على الصحة اكثر برج الثور طبعا القمر رح يتحرك من البيت السادس ينتقل للبيت السابع رح يصير مقابلك تماما فهذا الاشي بيأثر عليك بشكل سلبي لانه شوي هذا بعطيك ايجابية صحيح في بعض المسائل ولكن بيسحب من طاقتك فعشان هيك بتكون عندك قابلية للعصبية وبرضو للإحباطات خلال هذا اليوم وبرضو للتقلبات الصحية فبدك تكون حذر من هاي النقاط ومن هاي التقلبات واذا اشعرت باي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا يعني فيها بعض الضغط اليوم على مستوى المصاريف او رغبة بالمشتريات او الاهتمام ببعض المسائل المالية او تحسين او تعديل وضع مالي معين او اهتمام ببعض المصاريف والدفعات اهم اشي انك تقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء شوي حادة وعصبية عندك مزاجك اليوم متجهم يعني فيه نوع من انواع الغضب او نوع من الزعل او العتاب او العتب على احد الاشخاص فحاول تشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان خلال هذا اليوم وما تحاول انك تفاقم الامور وتكبرها ما تدخل بنقاشات حده ممكن اليوم يعني شوي يصير فيه نقاش ما بينك وبين احد الاخوي او احد الجيران وحاول انك ما تخليه يوصل لمرحلة الحدية بالكلام اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي انها جيدة لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح شوي بتضغط الامور بالجانب السلبي فممكن تظهر بعض المسائل البيتية او العائلية او تراكمات او اعمال او مطالبات او اعطال يعني فيه اكثر من مسألة ممكن انه اي واحد منهم تظهر على مستوى البيت ولكن كلها ضاغطة فعشان هيك بدك تكون حذر من النقاشات والحوارات ومن الاشياء اللي ممكن انها تنكد عليك او عغيرك اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا جيدة يعني بتعمل نوع من انواع التواصل الجيد ما بينك وبين الاحبة او التلاقي او الاهتمام بحبيب او بموضوع بتعلق بحبيب او مساعدة فعشان هيك الاهتمامات بتكون عالية عندك اليوم مع الحبيب او مع احد الابناء او احد الوالدين او تهتم بهواية او بموضوع يعني شوي بيكون جيد فكريا وفنيا اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر موجود فيه فعشان هيك منقولكم واصلوا عملكم اللي بدأتوا فيه من قبل ما تخلوا عملكوا تتراكم اهتموا بانجازوا ما تبادروا بعمل جديد باليوم هاد اهم شي برضو ما تهملوا صحتكم في ساعات الصباح القمر بانتقل مقابلك مباشرة على العقرب يعني في بيتك السابع فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم بتتعقد بعض الامور وبتترى بعض البلبل اليوم اهم ايش انك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحكمة حاذر القطيعة والدعاوى القانونية لانه خصمك دائما بالفترة هاي لما بكون القمر مقابلك بكون اقوى منك والعراقيل ممكن انها تستفزك اكثر اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة على مستوى الاموال المشتركة فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة اما باسترداد حق لا اليك او المطالبة بسداد دين معين او ممكن تهتم ببعض الامور البنكية او الامور اللي الها علاقة بالضريبة او تأمين او امور اللي الها علاقة بميراث اما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الاجواء متوترة فيها حدية اما بسبب تعطيل سفر او بسبب خلاف او مشكلة ما بينك وبين اشخاص خارج البلاد او اجانب عنك ممكن تظهر بعض المسائل اللي تقلقك او نقاش معين حتى على مستوى المراكز التعليمية او المؤسسات التعليمية اللي عنده اي معاملات الها علاقة بالاوراق القانونية بده يركز فيها بشكل جيد على اساس انه شوي الاجواء مش لصالحك بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم تقدر تعزز من سمعتك وتقارب ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل فممكن تنشط بانجاز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض المسائل اللي راح تكون فيها اشياء لصالحك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء ما زالت فيها نوع من انواع الارباك على مستوى العلاقات والاصدقاء فممكن تعتب على صديق او تطلب مساعدة من صديق فيرفض او يعني يكون في تسميع حكي او ممكن كلام يكون جارح او انتقاد لايلك يعني شوي هيك يسيئك او يسبب لك نوع من انواع الاساءة اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء طبعا المريخ موجود فيها بدك تكون حذر وتدير بالك على عملك بشكل جيد والاهم انك تنتبه على التقلبات اللي ممكن تأثر على الصحة شوي على صحتك او على صحة قريب لايلك برج الجوزاء طبعا اليوم القمر ما زال موجود في بيتك الخامس ولكن مع ساعات الصباح راح ينتقل لبيتك السادس فعشان هيك الاجواء راح تكون ضاغطة من ساعات الصباح على بعض المسائل اللي بتتعلق بالعمل والصحة اما بالنسبة للوضع النفسي فالاجواء بتظلها داعملة اليك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ممكن تنشغل ببعض المسائل او يتقلب مزاجك او يصير سوء تفاهم على مسألة معينة فشوي ها يتأثر على تقلبات المزاج عندك خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية من ساعات الصباح فبتدعمك ببعض المسائل ولكن اللي راح يصير انه ممكن يصير بعض المطالبات او التراكمات او التزامات او ظهور بعض المصاريف اللي شوي ممكن تكون مربكة او وضع مالي معين يكون مربك خلال هذا اليوم ممكن تعطيل لمسألة معينة او يعني تكون معتمد على شيء معين فيتم تأجيله للايام القادمة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها يعني نوع من انواع التقلب بالمزاج فيه نوع من انواع الحدية او العصبية موجودة عندك سرعة الرد عندك يعني بدون تفكير فعشان هيك شوي بدك تاخد نفس وتعد للخمس تلاف قبل ما تعصب وقبل ما ترد على اساس ان الامور ما تتفاقم وما تكبر وما يصير مشكلة من ورا هذا الامر اثناء تنقلاتك وحواراتك بدك تكون حذر برضو من الاصابات او من اشياء مثلا الها علاقة بالسيارة او بالتليفون زي اعطال او حوادث اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية من ساعات الصباح فممكن تنهي مشكلة معينة او تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالبيت او ترتيبات او تصليحات او مشتريات مثلا او اهتمام بمسألة عائلية معينة ممكن يصير فيه نوع من انواع التقارب ما بينكم او حل مشكلة كانت في الايام الماضية اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا لغاية ساعات الصباح القمر موجود فيه فبالضل الاجواء العاطفية موجودة ممكن تتواصلوا مع احبائكم ممكن قضاء وقت ممتع مع احبائكم ممكن يكون لك نوع من انواع التعامل الجيد ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين يعني الاجواء تقريبا ايجابية بالضل ولكن من ساعات الصباح بيبدأ العمل بتراكم لديكم بتكن تنتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي حاضر من المشاكل الصحية لانه القمر بيصير في بيتك السادس فبكون ضاغط عليك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت السابع لا اليك يعني شوي الاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع التقلب بالمزاج او الحساسية من تصرف معين او اهمال مثلا الشريك لمسألة معينة فهي ممكن تسبب لك نوع من انواع الارباك او التوتر او التحسس او نقاش حاد يكون ما بينكم حاول قدر الامكان انك تقارب ما بينك وبين الشركاء بوجهات النظر وتحل بعض المسائل بدون عصبية وخصوصا هاي لا الازواج اكثر اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء حادة على مستوى امور الاموال المشتركة فممكن تظهر مطالبة مالية او يعني امور كنت خايف منها في الفترة الماضية على المستوى المالي او ضغط مالي او ارتباك على مسألة مالية معينة فممكن تتعقد بعض المسائل او تسمع امر الى علاقة برفض قرض معين او دفع معينة او تأجيلها للايام القادمة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض القضايا العلمية او امور الى علاقة بالدراسة او المقابلات او النقاشات او الامتحانات فالاجواء روتينية فلا تعتمد على الحظ فيها وبرضو بدك تكون حذر من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ اما بالنسبة لبيتك العاشر فالاجواء تقريبا منقدر نحكي على مستوى بيت السمعة يعني شيئا ما ايجابية ولكن انت متخوف من بعض المسائل او متخوف من شيء معين ممكن الى علاقة بسمعتك او الى علاقة على ناس بتتآمر عليك او بتحكي عليك او بتستغيبك او بتنم عليك الاهم من هذا الموضوع انه تخلي علاقتك ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل جيدة وما تخلي الخلافات تكبر ما بينك وخلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا المريخ ما زال موجود وبشكل زوايا سلبية فعشان هيك يعمل نوع من انواع الحدية او تقلب بالمزاج اثناء تعاملك مع بعض الاصدقاء او المعارف فممكن يوجه لك مثلا كلام او انت تحاول تفرض سيطرتك عليهم او تتحكم في بعض المسائل او تملي عليهم شروط معينة فهذا الاشي ممكن يسبب بعض الخلافات والعصبية اثناء تعاملك معهم اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء طبعا اورانوس موجوده وبيحدث بعض التقلبات فعشان هيك اورانوس اليوم مزاجه ممتزج فبيحدث بعض المفاجآت على مستوى اشي الو علاقة بالعمل واشي الو علاقة بالصحة والصحة المقصود فيها انت او احد الاحبة عندك مرج السرطان طبعا بتظل الامور لغاية ساعات الصباح فيها نوع من انواع الضغط ولكن من ساعات الصباح الاجواء الشوي بتتغير بشكل ايجابي فبتشحنك بطاقة ايجابية عالية جدا وبصير عندك قدرة على القرار اليوم فممكن تنجز بعض الاشياء المهمة اليوم او تبادر بنوع من انواع التغيير على المستوى الشخصي او على المستوى النفسي اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا على المستوى المالي يعني ممكن اليوم بعض المصاريف او الضغطات المالية او ترتيب لمشتريات معين او ترتب وضع مالي معين شوي الاجواء فيها نوع من انواع الضغط المالي ولكن في منكم ممكن يحصل بعض المكاسب المالية من عمل اضافي او مستردأة او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن الاهم هي مراقبة المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الاقناع عالية وبرضو اليوم انت عندك حيوية ممكن اليوم ما تهدأ من كثرة الحركة والاتصالات اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح اتجنبوا ادخال اي تغيير على مسكنكم او شراء قطعة اثاث للبيت او يعني اي شيء له علاقة بامور المنزل وبرضو ابتعدوا عن النقاشات والحوارات اللي ممكن تكون حدي خلال هذا اليوم وخصوصا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بصير في البيت الخامس فبتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهمش انك تلطف من الاجواء واعدل علاقة الى طبيعتها ممكن تنال ما بترغب وتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسألة عالقة او كانت مستحيلة بالفترة الماضية ولكن الاهم انك ما تتحسس وتخرب عليك كل شيء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء شوي ضاغطة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فعشان هيك بتظهر بعض المفاجآت عند بعض موليد برج السرطان اللي الها علاقة بالتقلبات الصحية او الها علاقة بضغط على مسألة الها علاقة بالعمل فعشان هيك بدك تكون حذر من النقطتين هي صحيح مش كثير بتخوف ولكن برضو لازم اني انا انبه على بعض النقاط اللي انا بشوفها انه ممكن انها تعمل بعض التأثيرات اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء ضاغطة ما زالت على مستوى بيت الشراكة فما زال في نوع من انواع الحدية بالطباع او الخلافات او النقاشات او سوء التفاهم ما بينك وبين الشريك فحاول قدر الامكان انك تلطف الاجواء وحاول انك ما تصاعد الامور وما تكبرها وخصوصا انه في زوايا حد اليوم فهاي بتزيد الخلاف ان تدخل اشخاص بينكم او حاولوا يفرضوا حالهم عشان يتدخلوا بشؤونكم فممكن هدول الاشخاص يخربوا ما يعمروا اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها جيدة على مستوى الاموال المشتركة فممكن تحل بعض المسائل اللي كانت صعبة في الفترة الماضية اللي الها علاقة بالاموال المشتركة او الاموال اللي ما بتعود لك زي اموال الشريك اموال الزوج اموال الها علاقة بالبنوك ضريبة تأمين ميراث مثلا او اموال الغير اللي انت بتكون مؤتمن عليها او بتشتغل فيها في منكم ممكن يسترد بعض الاموال اللي الو خلال هذا اليوم او يجد اشي كان فاقده من فترة طويلة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها روتينية على مستوى الاتصالات الابعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد والاهتمام بالدراسة او التعليم او امور الها علاقة بالدورات او المناقشات تقريبا بتكون روتينية ولكن الاهم انك ما تعتمد على الحضوض اذا كان عندك امتحان او مقابلة اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الحدية فهي بتضغط على بيت السمعة فشوي ممكن تسبب بعض الخلافات او النقاشات او ممكن تشوه سمعتك بتصرف انت مش منتبه لحالك مثل تتهور في مسألة معينة تخالف القانون او تجازف في مسألة معينة فتتعاقب عليها بمخالفة او بلفت نظر ولكن الاهم انك ما تتأخر عن دوامك وبرضو ما تفرض سلطتك او سيطرتك على زملائك او رؤسائك بالعمل لانه هذا الاشي ممكن يسبب بعض الخلافات اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع التقلب اليوم فممكن قسم من الاصدقاء تتجنبهم او صديق تتجنب اليوم او ما تحاول تختلط انت وياه ولكن برضو في اجزاء يعني هذا اورانوس اللي بيحدث المفاجآت فهو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او صديق قديم يظهر على الساحة من جديد او ممكن تسمع خبر عن صديق مثلا فيهمك الموضوع بالا الاستماع اما بالنسبة لبيتك اتناعش فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها داعمة على مستوى بيت السمعة على مستوى برضو بيت المتاعب فممكن انه اليوم يعني تنشط ببعض المسائل اللي لها علاقة بالعمل او يتراكم بعض الاعمال عندك او تهتم بعمل ممكن يكون صعب ولكن الاهم الاهتمام بصحتك وراقبتها وان شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وممكن منك يقوم بزيارة مريض برج الاسد طبعا القمر موجود في بيتك الثالث وبدينتقل البيت الرابع صحيح الاجواء داعمة للك في بعض المسائل بتشجعك نفسيا انت احسن بشكل متصاعد يعني كل موليد بيجي عيد ميلادهم بصيروا احسن من اللي بعدهم فعشان هيك الاجواء بتتصاعد عندك بشكل تدريجي في ايجاد لبعض الحلول او المساعدات او الامور اللي الها علاقة بتغيير المزاج صحيح الاجواء فيها نوع من انواع الضغط في بعض البيوت ولكن انه ما تخليها تأثر على نفسيتك بشكل اكبر اما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم ممكن تظهر بعض المسائل المالية او تحل بعض المسائل المالية او تسعى لا تحسين وضع مالي اهم اشي انك انت تقلل من مصاريفك او التزاماتك المالية الغير مبررة اما بالنسبة للبيت الثالث طبعا اللي بيتقدم لامتحان بده يستعد بشكل جيد من الان ولا غاية ساعات الصباح وما يعتمد على الحظ نهائيا اثناء تنقلاتك واتصالاتك حاول انك تمسك عصابك ما تناقش بحدية مثلا وما تكبر الامور من ساعات الصباح يفضل انك تركز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اهم انك تجنب توبيخ الاحباء او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر والاستثمار اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي انها روتينية اليوم فبتتعاملوا انت والاحبة بشكل روتيني ولكن الاهم انه تحط تحسسك او حساسيتك العاطفية على جنب يعني مش كل شيء بصير انك تتحسس وتزعل وتذايك وتشحن حالك بطاقة سلبية او تتعب نفسك من وراء شيء يعني ممكن انه ينحل بالايام القادمة بكل سهولة ممكن تدخل بنقاش او حوار او اهتمام بمسألة بتتعلق باحد الاحبة او احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء يعني فيها نوع من انواع الضغط على مستوى العمل فهي بتضغطك او بتراكم العمل عندك او ممكن انت تشغل حالك في شيء يعني من المفروض انك انت يعني تبعد عنه او تنظم وقت عملك او تمسك عمل واحد بدل ما تمسك اكثر من عمل مع بعض وفي نفس اللحظة بدك تهتم بالتقلبات اللي بتصير على المستوى الصحي لبعضكم فممكن تشعر بالتعب او تراجع طبيب اليوم او تهتم بصحتك اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي على مستوى بيت الشراكي الجيدة فبتدعم من علاقتكم وبتقارب ما بينكم وبين الشركاء في مسألة معينة صحيح انها بتحمل سوء تفاهم خصوصا بين الازواج الا انه برضو ممكن انك انت تحلها لو انك انت تنازلت قليلا اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء لسه فيها نوع من انواع الخوف من بعض المسائل المالية او تراكمات مالية او ضغوط مالية او مطالبات مالية او ترتيب وضع مالي معين ممكن شوي يكون مربك او بحاجة لنوع من انواع الاهتمام اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء ما زالت فيها نوع من العتب او الزعل او الغضب من شخص خارج البلاد او شخص اجنبي عنك او مؤسسة مثلا في معاملة اخرت او بريد تأخر عليك او عقود او اشياء لها علاقة بالاوراق القانونية او المعاملات شوي موتريتك انت بدك يهتدم بسرعة ولكن فيها نوع من انواع التأخير او نقاش او حوار او خلاف او سوء تفاهم ما بينك وبين اشخاص يعني ممكن يكونوا اما خارج البلاد او يكونوا اجانب عنك اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا متقلبة يعني ممكن تعطيك اشياء ايجابية وممكن تعطي البعض اشياء سلبية فعشان هيك لازم نذكر البيت العاشر فانتو تحددوا على حسب طبيعتكم ولكن انا بحط الاحتياط بكون افضل من انك تطمئن من بعض المسائل يعني تكون مفاجئ لا الىك يعني دائما احنا بنقول البيت السمعة هاد بتعلق بسمعتك ومنصبك وشهرتك فعشان هيك ممكن تظهر بعض المسائل المربكة اللي الها علاقة بتشويه السمعة زي مخالفة القوانين او المجازفة او الدخول بمواضيع شوي ممكن تشويه السمعة او بعض القصص او فضيحة معينة تتعرض لها بسبب خطأ معين انت تعمله فعشان هيك تكون حذر من كل هاي الامور وبرضو ما تدخل بنقاشات حدي ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل الجانب الايجابي عكس اللي احنا ذكرنا ممكن يرفع سمعتك وممكن انه يجيك منصب معين وممكن انت تترفع بعملك وممكن تصير علاقة ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل بشكل ايجابي طبعا لانه اورانوس هو اللي بيحدث المفاجآت فهنا ما بتقدر انت تحسب للكل شو تأثيرات اورانوس عليكم اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء على مستوى بيت الاصدقاء تقريبا بنقدر نحكي انها جيدة بتنشط في بعض المسائل اجتماعية كلقاء الاصدقاء او تعاون معاهم او تعاونهم معاكم او مساعدتهم او انهم يساعدوكم في مسألة معينة ممكن شوي يصير فيه نوع من انواع التحالفات او دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء خلال هذا اليوم يعني الاجواء تقريبا ايجابية وداعمة لكل المسائل اللي بتتعلق بالوضع الاجتماعي وعلاقتك مع الاصدقاء اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا اليوم بدك تدير بالك من التقلبات اللي بيحدثها عطارد لانه مشكل زوايا سلبية فممكن اليوم تظهر بعض المسائل المفاجئة اللي لها علاقة بعمل مفاجئ مثلا او عطل معين في عمل معين او انه يجيك عمل بطريقة يعني تتوكل او تتكفل بعمل مثلا كان صعب على اشخاص ثانين وبرضو التقلبات اللي بتصير على المستوى الصحي اللي ممكن تيجي برضو بشكل مفاجئ اليك او لا احد الاحب برج العذراء طبعا بالنسبة للبيت الاول مع ساعات الصباح انتو بتنشحنوا بطاقة ايجابية جيدة فبتساعدكو على كثير من الامور بتنجزوا كثير من المهام خلال هذا اليوم برضو شخصيتكو بتكون احسن من الفترة الماضية يعني شوية الدعم بصير ايجابي شيئا ما احسن من ولا اشي ولكن اجمالا انو في ايجابية وبتدعمك بقوة اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر موجود في البيت الثاني لغاية ساعات الصباح طبعا القمر موجود ما زال في البيت الثاني فعشان هيك منقولكو احذروا في اي خطوة مالية جديدة لاسيما شراء حاجية ثمينة او المصاريف الزائدة او التقصير في مسألة مالية معينة في ساعات الصباح بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات لانه رح يكون القمر في البيت الثالث وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجار بتكثر النشاطات حسب حق لاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهم ايش انك ما تتردد بالتحرك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي انها جيدة اليوم بتدعمك في بعض المسائل وممكن تقارب ما بينك وبين افراد العائلة وممكن تحل مسألة كان صعب انك تحلها بالفترة الماضية او تهتم بامور الها علاقة بالمشتريات او الترتيبات او امور عقارية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء حادة ما زالت على مستوى علاقتك مع الاحبة فممكن مشكلة او خلاف او ردة فعل سلبية او يعني فطور عندك من الناحية العاطفية او تقصير في مسألة بتتعلق باحد الاحبة حاول انك شوي تشحن حالك بطاقة ايجابية وتتقارب ما بينك وبين الاحباء وخصوصا ما بينك وبين الابناء او ما بينك وبين الوالدين ممكن برضو اليوم انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتحاول تكسر القاعدة هاي السلبية تحاول انك تخرج او تغير جو او ترفع عن نفسك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء شوي تقريبا منقدر نحكي انها روتينية على مستوى العمل على مستوى الصحة اه ممكن تظهر بعض المسائل الصحية او ضغط بالعمل ولكن عندك قدرة على انجازها اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة ممكن شوي يكون في نوع من انواع الخوف او القلق من مسألة معينة او نقاش معين الاهم انك ما تتحسس اثناء تعاملك مع الشريك او يعني الغيرة والشك هاي الامور اللي صارنا فترة من نبه عليها بسبب تراجع نبتن اللي ممكن شوي هي تسبب نوع من انواع الخلاف حاول انك ما يعني تقيس الامور بالعواطف بدك تقيسها بالعقل اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة ضاغط اليوم فممكن بعض المسائل المالية المشتركة تظهر على الساحة او مطالبات او امور الى علاقة ببنك او ضريبة او تأمين او تراكمات او ضياع نقود او انه ينتصب عليك من بعض الاشخاص او طالب باموال للك وما ترجع لك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي اورانوس بحدث بعض المفاجآت فممكن يجيك خبر من خارج البلاد شوي يعني يا يسعدك يا ينرفزك ولكن الاهم انه انت بدك تركز بشكل قوي بالفترة هاي وخصوصا على الامور اللي الها علاقة بالامتحانات او الدورات او الدراسة او الاوراق القانونية ما تعتمد على الحضوظ خوفا من المفاجآت وبدك تكون جاهز ومستعد لمواجهة هاي المسائل اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها شوي بتأثر على بيت السمعة في بعض المسائل فما تخالف القوانين وما تجازف وما تغامر وما تدخل بنقاشات حد ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل بالفترة هاي لانه شوي الاجواء ضاغطة عليك نسبيا اما بالنسبة للبيت 11 فبحدث بعض الخلافات او النقاشات الحد ما بينك وبين احد الاصدقاء ممكن تستاء من تصرف صديق او اهماله او انك تطلب منه مساعدة فشوي بصدك او انه شوي بحملك خطأ معين او بعاتبك على مسألة انت ما عملتها اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء ما زالت ضاغطة لانه الشمس موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بدك تدير بالك من التقلبات الصحية وبرضو تراكمات العمل وبعض الاعطال بعض الامور اللي ممكن تلتغى بالفترة هاي بشكل مفاجئ ممكن يخيب املك من بعض المسائل دك تكون حذر بتنقلاتك ما تدخل مناطق انت بتجهلها واحذر من الاشخاص اللي بتآمروا عليك بالخفاء ممكن تقلق على صحتك او على صحت احد الاحبة برج الميزان طبعا القمر موجود عندكم فعشان هيك لغاية ساعات الصباح بتضل ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك لا تبادروا باي عمل جديد بل كرر وواصل عملكم الاعتيادي من ساعات الصباح بصير التفكير مالي او مادي شوي بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او حبيب ما تبالغ بمصاريفك ممكن يحاول انك تكون معتدل في موضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية او استشفائية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا منقدر نحيينها جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وامور الها علاقة بالامتحانات او الترويج لسلعة معينة او التسويق يعني تحاول انك تبيع او تعلن عن شيء معين برضو ممكن تبدأ بمشروع مهم او اهتمام بامور الها علاقة بالسيارة او بالتليفون اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء ما زالت بتحمل بعض المفاجآت على مستوى البيت اما احداث طارئة او مشاكل او خلافات او نقاشات او سوء تفاهم ما بينك و بين افراد العائلة او عطل معين او خراب في شيء معين يعني الاهتمامات البيتية بتكون ضاغطة عليك بالفترة هاي بشكل كبير بدك تكون حذر من اي مفاجآت ممكن تصير اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها شوي ايجابية بتساعد من تقرب ما بينك و بين الحبيب او التفكير بخروج بنزهة او تغيير الجو او الترفيه عن النفس او اشي تجميلي فيما انكم رح يكون له نوع من انواع التعامل ما بينه وبين احد الابناء او احد الوالدين خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا على مستوى نبتن يعني باعمل نوع من انواع الاوهام على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة يا بتتوهم مسائل مش موجودة يا بتتخوف من بعض المسائل اللي مش موجودة اللي الها علاقة يا بالعمل يا بالصحة بدك تكون حذر من الامرين اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا ضاغطة بسبب المريخ الموجود اللي بيخلي فيه نوع من انواع العنف او بيخلي من نوع من انواع المواجهات الحادية بيخلي فيه نوع من انواع التسرع ببعض القرارات بيخلي فيه نوع من انواع الرغبة العالية بالفترة هاي لبعض الامور طبعا هاي الازواج بفهموا عن النقطة اللي انا بحكي لها فعشان هيك شوي يعني بتكونوا حذرين من هاي النقاط وبرضو ما هتندفعوا بعدوانية في بعض المسائل يعني خليكوا شوي هيك تكونوا مرنين اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية على بعض المسائل لبعض الاشخاص وخصوصا امور الها علاقة بالبنوك او الضريبة او التأمين ولكن ممكن تظهر مسائل مفاجئة لمطالبات مالية او فشل مشروع معين او تأخير امر معين او دعم معين يتأجل للفترة القادمة يعني فيه نوع من انواع الضغط على هذا المستوى اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية على مستوى الاتصالات والحوارات مع اشخاص خارج البلاد ولكن اذا كان عندك امتحان او مقابل ما تعتمد على الحظ نهائيا حاول انك تدرس وتستعد بشكل ايجابي وبرضو باثناء نقاشاتك بدك تستعد وتعرف شو اللي بدك يا بالضب الاهم انه اثناء تعاملك مع اشخاص خارج البلاد دير بالك من انتقادهم لا اليك فهذا الاشي ممكن يزعلك او يخليك تاخذ على بالك اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا ضاغطة على مستوى بيت السمعة خلال هذا اليوم فعشان هيك يديروا بالكم من بعض التقلبات او الاشياء اللي ممكن تشوه سمعتكم فما في داعي للمغامرة ولا المخاطرة ولا للدخول باشياء مشبوهة وبرضو ديروا بالكم اثناء النقاشات الحدي ما بينكم بين زملائكم او رؤسائكم بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء تقريبا بنقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او اتصال معين ممكن تطلب بدورك مساعدة من شخص او من صديق او صديق يطلب منك المساعدة اما بالنسبة لبيتك اتناعش بيت المتاعب فالاجواء تقريبا روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك منقول لك انجز اللي بتقدر عليه من العمل دون ما ترهق حالك حاول انك تاخذ قصد كافي من الراحة راقب غذائك وراحتك بشكل جيد ممكن تحمل لك الفترة هاي نوع من انواع الاهتمام الصحي فيك او في احد الاحبة برج العقرب طبعا راح نبدأ من بيت المتاعب لان القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح وبعدين نرجع يعني من بيتك اتناعش نرجع للبيت الاول على حسب الاحداث اللي راح يتمر عليك خلال هذا اليوم فعشان هيك اللي راح يصير خلال هذا اليوم اول اشي انه القمر موجود من الان لغاية ساعات الصباح في بيت المتاعب فعشان هيك بظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي حاولوا انكم تنجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم واخلدوا للراحة ممكن يظهر تغيير للأفضل على صحتكم من ساعة الصباح بتستعيدوا حماستكم وبتنهمكم بإدخال تعديلات وتغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك طبعا هيك البيت الاثناش وبيت اول البيت الثاني على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية اليوم أو الدفعات أو الالتزامات أو المشتريات أو أفكار لها علاقة بوضع مالي معين ممكن تهتم بتجميع نقود أو ترتيب دفعات للفترة القادمة أو تحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو أموال اليك بتيجيك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء داعمة على مستوى التنقلات والاتصالات وخصوصا من ساعات الصباح بتنشطوا بالحركة والاتصالات والحوارات ولكن بتكن تنتبهوا من العصبية والحدية في الطباع فديروا بالكم الردات الفعل اللي ممكن إنها تخلي أشخاص يعني تزعل منكم ممكن تنشط بأمور إلها علاقة بالنقاش أو التسويق أو الدراسة أو التنقل ما بين المدن أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا إيجابية بتدعم أو بتدعم من علاقتك ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحمل لك بعض المفاجآت أو الأشياء اللي إلها علاقة بالبيت يا زي عطل مثلا أو اهتمام بمشتريات أو شراء أثاث مثلا أو إشي بيتعلق بتحسين الوضع العائلي عندكو يصير بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا من نقدر نحكي إنه ما زالت المخاوف موجودة الشكوك موجودة توتر ما بينك وبين الحبيب الحساسية العالية في العلاقة العاطفية ما بينك وبين الحبيب من بعض ردات الفعل أو من بعض الكلام أو من بعض التصرفات أهمش إنك ما تهمل للحبيب حاول أنك تعمل نوع من أنواع المقاربة ما تحاول تفرض رأيك وخصوصا على الحبيب أو أحد الأبناء أو نقاش حاد ما بينك وبين أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا من نقدر نحكي إنها ضاغطة على مستوى العمل وعا مستوى الصحة فبتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو الإرهاق بالفترة هاي تعمل تقلبات بالمزاج وبرضو حدية أثناء التعامل ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ولازم تنتبه على صحتك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة فهاي بتحمل مفاجآت يا مفاجآت إيجابية وبتقارب ما بينكو يا مفاجآت سلبية وبتباعد ما بينكو السبب أنه أورانوس موجود فهو اللي بيحدث المفاجآت هاي هو عمل زوايا سلبية فعشان هيك مزاجه ممتزج ممكن يعطيك إيجابية وممكن يعطيك سلبية ممكن يطور وضع عائلي ممكن خلاف ما بينك وبين الزوج خلال هذا اليوم أو الزوجة يعني أو تيجي المشكلة من لا شيء حاول ما تتحسسوا وما تفاقموا الأبور وتكبروها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى يعني الزهرة يعني ممكن يجيب لك بعض الحضوض عن مستوى الأموال المشتركة ولكن بدك تحذر أنها هي برضو بتشكل زوايا سلبية فممكن تكون مطالبات أو تعطيل مالي على مسألة معينة أو يتأخر موضوع أنت بتنتظره إليك فترة يتأخر كمان يوم أو يومين لو الدام أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا على مستوى أمور الاتصالات ممكن اليوم يعني قلق معين على أحد الأشخاص خارج البلاد أو أحد الأحبة أو أحد الأقارب أو على شخص بيعز عليك مثلا تقلق عليه بسبب ظرف معين فتحاول تهتم فيه أكثر ممكن تكثر الاتصالات عندك بشكل كبير خلال اليوم مع أشخاص خارج البلاد ممكن يصلك خبر من خارج البلاد شوي ممكن يزعجك أو يوترك الأهم تقلبات عطارد هاي الموجودة بسبب الزوايا بنقول لك أنه حاول أنك ما تدخل بنقاشات حدي ولا حوارات إذا عندك امتحان أو مقابل اليوم بدك تستعد بشكل جيد أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة شيئا ما فعشانك بتدعم أو بتدعم من علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل ولكن دير بالك من مجازفات ومخالفة القوانين والدخول بأشياء مشبوهة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فاليوم تحمل لك لقاء أو تقارب ما بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن رفقة في مسألة معينة أو خروج معينة ممكن دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم ممكن تهتم بصحتك أكثر ممكن اليوم يعني شوي يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو التجميلية أو يكون في نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم نفسيتك أحسن شوي لغاية ساعات الصباح بتظلوا مشحونين الطاقة وعنكم قدرة على إنجاز كثير من المسائل خلال هذا اليوم ولكن بتكونوا ديروا بالك من ساعات الصباح شوي الأجواء رح تقلب مش لصالحكم رح يتقلب المزاج عنكم وفي نفس اللحظة رح يكون في نوع من أنواع العصبية أو الإحباطات أو التقلبات النفسية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء المستوى المالي ممكن يصير لك بعض الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم أو الدفعات أو الالتزامات أو سداد بعض الالتزامات اللي عليك أو ترتيب وضع مالي معين في منك رح يهتم ببعض المسائل المالية زي استرداد بعض الحقوق أو أمور إلها علاقة بالقروض أو التسويات أو أشياء إلها علاقة بسداد بعض المستحقات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني تقريبا تحدث بعض المفاجآت والعصبية والحدية أثناء التنقلات والحوارات والنقاشات فبدك تكون حذر من تقلبات المزاج خلال هذا اليوم وبرضو ما تدخل بنقاشات حدي وبرضو أثناء التنقلات والحوارات والتنقلات بالسيارة تحديدا بدك تكون منتبه أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي ممكن تظهر بعض المسائل أو الخلافات أو النقاشات أو العتاب أو الخصام ما بينك وبين أفراد العائلة بدك تدير بالك أثناء النقاشات أو أثناء الحديث من مواجهة أو توجيه الانتقادات أو الحدية بالطباع إيش عن حالك بطاقة إيجابية وإبعد عن الخلافات ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات بتصليحات أو ترميمات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا ضاغطة على مستوى العاطفة فهي بتسبب نوع من أنواع الرغبة بفرض الرأي أو فرض السلطة أو التحكم بالحبيب فحاول أنك أنت ما تفرض سلطتك بالفترة هاي ما تحاول تتحكم ما تكون عنيف بالكلام وما توجه انتقادات لاذعة بأثناء النقاشات وخصوصا ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة شيئا ما على مستوى العمل صحيح أنها بتحمل بعض المفاجآت ولكن إجمالا ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون فيه ضغط عليك بأعمال مفاجئة تجيك يعني تتراكم الأعمال عندك ولكن الأهم من هذه هي التقلبات اللي بتيجي على المستوى الصحي اللي بدها شوية رعاية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية أثناء تعاملك مع الحبيب ولكن إذا دخلت بخلاف أو نقاش خصوصا ما بين الأزواج لأنه هذا بيت الشراكة المالية والعاطفية فممكن الأمور تكبر أو تصل لمرحلة أنه يعني الأمور ما يكون حلها سهل بيوم ويومين أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو فيها نوع من أنواع الارتباك أو الارباك على مسائل مالية مشتركة فممكن تظهر بعض المسائل المعقدة أو تظهر بعض المسائل اللي كنت أنت مش من تبهلها بالفترة الماضية ممكن تنشط بحل بعض المسائل أو أمور إلها علاقة بالبنك أو الضريبة أو التأمين أو موال لإلك أنت مداينها أو موجودة مع أشخاص بتحاول أنك تستردها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد الرغبة في مسائل إلها علاقة بالسفر أو التنقلات أو الحوارات ممكن تنشط بحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت السمعة وبرضه بتدعم من علاقتك ما بينك وبين بعض المعارف أو ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا برضو جيدة على مستوى بيت الأصدقاء بتحملك بعض المفاجآت وممكن علاقة جديدة أو صداقة جديدة أو ممكن تدخل بمسألة إلها علاقة بدعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو زيارة اجتماعية أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء برضو بدك تكون حذر اليوم لأنه أساسا بين 11 و 12 يعني بظل فيه نشاط ما بين الأصدقاء ما تعتمدوا كثير على وعد ممكن يقطعوا لكم أحدهم في ساعات الصباح بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم ما توقع على عقد وما تبدأ بعمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء وما تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج الجدي طبعا بالنسبة للبيت الأول يعني الأجواء خصوصا للعشرية الثالثة هم أكثر ناس هم متضررين الفترة هاي بالضغط والعصبية والحدية والتوتر والأشياء اللي بتيجي مفاجئة أو محبطة لهم أو المشاكل اللي بتيجي بشكل مفاجئ أو الأحداث اللي شوي ممكن تكون شوي هيك مش بالشكل اللي هم برغبوه يعني قابلة لكثير من المسائل خلال الفترة هاي والضغوطات اللي ممكن تأثر عليهم بالنسبة للعشريتين الأولى والثانية الأجواء أخف ولكن بيجي الضغط على الوضع المالي أكثر أو على المسائل المالية فعشان هيك ظهور بعض القلق المالي أو المسائل المالية بالفترة هاي ممكن أنه يكون وارد فعشان هيك بتكون ديروا بالكم من الالتزامات والدفعات وبعض الأمور المالية المعقدة أو أنه يتأجل موضوع مالي أو تحبطوا من كثرة المصاريف وما في حلول أو قلق على مصدر الدخل تبعكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي بتعمل نوع من الأنواع الوساوس والأفكار اللي شوي ممكن تكون مربكة أهم إشي أنه تنتبهوا أثناء حركتكم أثناء تنقلاتكم انتبهوا من ردات فعلكم السلبية الحصبية اللي بتيجي بشكل مبالغ فيه بفترات إشحنوا حالكوا بطاقة إيجابية وابعدوا عن الأوهام أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء حادة على مستوى البيت وهي بتحدث خلافات ونقاشات أو توتر ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تستاء من تصرف أحدهم أو ممكن تدخل بنقاش أو تنتقد بطريقة لاذعة جدا فتسبب خلاف كبير ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تظهر برضو بعض المشاكل اللي لها علاقة بأعطال أو أشياء اللي لها علاقة بمشتريات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها قابلة للمفاجآت خلال اليوم على المستوى العاطفي فممكن تمشي الأجواء جيدة مع بعضكم أثناء تعاملهم مع الأحبة أو تجيب لهم بعض اللقاءات أو التواصل مع الحبيب خلال اليوم وبقسم منكم رح يصير في مشكلة من لا شيء ما بينه بين أحد الأحبة وخصوصا ما بينه وما بين الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض المسال اللي إلها علاقة بأمور صحية أو وضع صحي أو مراجعة طبية أو نتيجة لفحص معين أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء متقلبة على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية فهي بتحدث بعض الخلافات أو النقاشات الحادة وخصوصا ما بين الأزواج فما تخلوا المجال للنقاش الحاد أو التوتر أنه يزيد ما بينكو خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا تدعمك على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تجد بعض الحلول أو دعم معين أو الطالب بقرض أو حق لإلك أو تسوي معين خلال الفترة هاي وبتكون الأمور برضو لصالحك ممكن تبادر ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالقروض أو سداد الديون أو أمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتدعم من علاقاتك مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم باتصال أو حوار أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يكون عندك نقاش أو مناقشة أو مقابلة أو امتحان هذا اليوم ولكن بدك تكون مستعد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت السمعة أو بتدعم من علاقاتك ما بينك وبين زملائك أو رؤساءك بالعمل هذا اليوم فممكن تتكافأ على مسألة معينة أو تسمع إطراء على عمل أنت بتنجزه خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 وبيتك العاشر مع بعض خلينا نجمعهم بدكوا تواصلوا عملكم بشكل اعتيادي وما تبادروا لعمل جديد في ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء أهم شيء أنك تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق ممكن يطمئن بالك وممكن تجد حليف بدعم تصوراتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل كرر المحاولة أما بالنسبة لبيتك 12 يعني الأجواء تقريبا جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن يصير اهتمام بالراحة أكثر أو بالصحة أكثر وممكن تحمل لك قلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا القمر موجود في البيت التاسع عندكم وبدينتقل للبيت العاشر فعشان هيك من ساعات الصباح النفسية شوية بتتغير بتصير حاد الطباع أكثر بصير فيه عندك سلبية أكثر بصير توتر على المستوى الشخصي ممكن تتعطل بعض الأمور أو تقلق بسبب مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى أمور إلى علاقة بالوضع المالي فممكن تجد بعض الحلول اليوم أو تهتم بحل مسألة مالية أو يجيك دعم معين أو تهتم بأموال اللي إليك بتحاول أنك تستردها أو تأخذها أو مستحقات أو عمل إضافي ممكن تحصل منه بعض المكاسب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتخليك عصبي أكثر اليوم ممكن تصدر قرارات أو فرامنات أو أشياء لها علاقة بتسرع باتخاذ القرار وخصوصا على مستوى العملي أو على مستوى الدراسي حاول قادر الإمكان أنك أنت ما تتسرع وما تحتد اليوم وانتبه أثناء تنقلاتك من الحوادث أو الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت يعني تقريبا بنقدر نحكي أنها متقلبة ما زالت الأجواء بتحمل نوع من أنواع النقاشات أو الحوارات أو الخلافات أو مسائل عائلية طارئة أو ظهور بعض الأشياء اللي ممكن منفاجئتك أو أنك أنت بتحاول تتجاوزها بأي طريقة أو تنهي وضع معين إلى علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا ما زالت جيدة ولكن اليوم حساسيتك عالية فهي بتحدث نوع من أنواع القلق أو الخوف أو الغيري الشك مثلا الاستياء من تصرف الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل ممكن يظهر لك عمل جديد اليوم أو عمل مفاجئ أو شيء بشكل مفاجئ إذا أنجزته معنات الأمور ممتازة بالنسبة لك رح يحدث فارق في الوضع ولكن بدك تنتبه على الوضع الصحي والتقلبات الصحية اللي هي الأهم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراك المالية والعاطفية تقريبا جيدة بتقدروا تعززوا من علاقتكم وتقاربوا ما بينكم وبين الشركاء ولكن إذا دخل النقاش الحاد ومواضيع قديمة والشكوك في بعض المسائل فاعرفوا أن الأمور رح تتطور لمشاكل حادي جدا وتكبر الخلافات لدرجة أنه ممكن توصل لما واصل أنتم ما بتتوقعوها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة وممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالقروض أو الديون أو التسويات أو التسهيلات اللي بتيجي عن طريق بنك أو ضريبة أو تأمين أو ممول في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بقرض أو إلها علاقة بميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود في لغاية ساعات الصباح اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بدو يركز بشكل جيد من ساعات الصباح بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تقضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك بل قوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي بتحمل فترة قلق وتوتر من بعض المسائل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة بتدعم من علاقاتك ما بينك وبين ما عارفك فممكن تنجح اليوم بزيارة أو باهتمام بصديق أو طلب مساعدة من صديق أو تعاون ما بينك وبين صديق وفي من كل يوم رح يتوجه له دعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة أو زيارة اجتماعية أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء ضاغطة وعلى بيت المتاعب فهاي بتحدث بعض الأشياء المفاجئة اللي إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة فبدك تنتبه على الوضعين على العمل وعلى الصحة من بعض المفاجئات ما تجهد حالك وما ترهق حالك وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة خلال هذا اليوم برج الحوت طبعا ما زالت الأجواء لغاية ساعات الصباح بيكون فيها نوع من أنواع الضغط أو التقلب بالمزاج أو الوساوس أو الأفكار السودة أو المزاجية العالية جدا من ساعات الصباح بتنشحنوا بطاقة إيجابية بالدعم من ثقتكم بالنفس ممكن تنشط ببعض المسائل الشخصية أو أمور تجميلية أو نوع من أنواع الاهتمام في شخصك يعني بشكل بالهندام باللباس بالتجميل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور بتحمل مشاكل على المستوى المالي أو ضغوطات أو مصاريف خلال هذا اليوم ممكن دفعات أو التزامات أو يعني مشكلة أو خلاف يصير من وراء مسألة مالية حاول أنك تقلل من المصاريف قدر الإمكان وحاول أنك ما تضغط على الأشخاص اللي حواليك بخصوص الوضع المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريباً بتحمل تقلبات اليوم إما مشوير طرارية مفاجئة أو اتصال مفاجئ أو حوارات وتنقلات بتيجي بشكل مفاجئ المهم اليوم ما في شغلة بتصير معك بتيجي بترتيب ممكن تكون مخطط على شيء أو مرتب على شيء ولكن يصير أشياء أخرى أهم إشي أنه أثناء تنقلاتك وحواراتك تكون حذر من العصبية ومن الحوادث أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت الأجواء تحمل نوع من أنواع القلق الفترة هاي ممكن مشكلة أو اهتمام بمسألة بتتعلق في أحد أفراد العائلة ممكن تهتم بمسألة العلاقة بعطل أو حدث معين أو ترميم أو مشتريات أو تسوق بيتي يكون شوي مرهق بالنسبة لك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي في تقلبات فممكن تحتد أو تعصب أو يتقلب مزاجك أو تستاء من تصرف الحبيب ممكن تعاتب أو ممكن تتفاجئ من مسألة إلها علاقة بأحد الأحبة وخصوصا مع الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين وممكن تظهر مسألة لخروج أو نزوي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل ممكن يكون ضاغط أو يكون مسئوليات كثيرة أو شغل كثير عندك اليوم ما تقدر تنجزه بالكامل وبرضو بتحدث بعض التوترات أو التقلبات على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي جيدة بتقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة فبتعمل نوع من أنواع الإنسجام أو حل مسألة معينة أو تقارب على مسألة معينة ما بينك وبين الشريك ممكن يكون في تلاقي على مسألة معينة أو حل خلاف كان في الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة شيئا ما لأنه شوي القمر بظل موجود لغاية ساعات الصباح بس أهم إش أنكم تتجنبوا أي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة خففوا من النفقات في ساعات الصباح بيصير القمر في البيت الساد التاسع فبتنشغلوا في أمور العلاقة بالسفر أو اتصال بعيد الفترة هاي مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وممكن تتجرأ على رفض الأشياء اللي ما بتناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر في هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة ممكن يكون فيها إلها علاقة بالسفر أو إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تنشط بحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو تعمل تقارب معين ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن تحمل خبر سار بالنسبة لك خلال هذا اليوم أو شيء بتعلق في العمل بشكل مفاجئ أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زال التوتر موجود فعشان هيك بتكونوا ديروا بالك وخصوصا موليد العشرية الثانية والثالثة هذول أكثر عرضة لمشاكل أو حتب أو خصام أو سوء تفاهم ما بينه وبين أحد الأصدقاء فبتكونوا ديروا بالك من هاي المسائل في منكوا رح ينشطوا بالزيارات أو تبادل اجتماعي أو تلاقي على مسألة معينة بتتعلق ما بينك وبين الأصدقاء ممكن تطلب المساعدة من صديق أو صديق يطلب منك المساعدة خلال هذا اليوم فما تفشله ولكن برضو ما تكفل حد بوضع مالي خلال الفترة هاي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فالأوضاع جيدة بتدعمك بقوة فممكن تنجز أعمالك ما في أي مشاكل عن مستوى العمل ولكن الوضع الصحي هو اللي بيحاجه لبعض الرقابة ما تتوسوس وما تتوهم أمراض بالفترة هاي وبرضو في نفس اللحظة إيش عن حالك بطاقة إيجابية راقب غذائك راقب صحتك ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة ولكن ما في إيش بخوف إن شاء الله هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء